طبعاً فيه أنواع كتيرة من الحزن فيه حزن بيبقى واضح باين والناس بتبقى فاهمة احنا زعلانين ليه لكن فيه نوع حزن تاني احنا بس اللي بنبقى فاهمين وده بنسميه الحزن الغامض وده اللي احنا نتكلم عليه مع دكتورة يومنا عمر محمد دكتورة صحة نفسية وإرشاد أسري ازايك يا دكتور وربنا ما يجيب زعل يا دكتور ولا حزن تعرفي الناس الأول ايه هو الحزن الغامض الحزن الغامض ده نوع من أنواع الحزن بس بيبقى مش معروف السبب بتاعه مش زي مثلاً الموت بيبقى كل اللي حوالينا عارفين ومدركين احنا زعلانين ليه علشان ليه تقوس بنلاقي فيه عزو وفيه شخص احنا فقدنا انما الحزن الغامض ده احنا بنفقد شخص عزيز علينا بس بيكون ستيل موجود في الحياة لسه عايش فبنلاقي نفسنا دخلنا في حالة من الحزن كده وبدأنا نسكت لأنه محدش هيقدر يفهم ولا يدرك احنا زعلانين ليه ليه يا دكتور طب ما ممكن مثلاً اتنين اتطلقوا ليه انا مش هقدر اقدر انتي مثلاً زعلانة ليه من انتي اتطلقتي ففقدتي شخص من حياتك بسهول السه موجود هو الناس مش بتأسها بالمقياس ده لان لو سي مثلاً احنا انفصلنا فيه شخص هو اللي قرر فجأة انه ينسحب من الحياة فانا النهاردة الناس هتقول ده هو الوحش هو اللي بيع فانتي اساساً اللي هو الامثال بقى اللي هو انت بتبكي على ايه ده اساساً يعني يروح ارد ويجي مش عارف ايه لا الامثال الشعبية دي فالهو احنا عندنا كونسبت كده اللي هو الحاجات اللي فيها مشاعر احنا ما بنحترمهاش وما بنقدرش نديها القيمة الحقيقية بتاعتنا طب امثال ايه تانية دكتور؟ يعني خيانة الشريك سواء راجل او ست لما يكون ليك صديق ويغضر بيك او يتغير عليك فجأة لما يكون عندك ابن ويشرب مخدرات فبيتحول لشخص تاني تماماً لما يكون عندك اب او ام وصلوا لسن كبير فيصابوا بمرض الزهايمر ويبدأوا هم عايشين قدامك بس هم اساساً مش فاكرينك لو شخص مثلاً كان صديقك وبقى مديرك في الشغل وبدأت معاملته تتغير لو شخص كان في حياتك وقرر فجأة ان هو ينسحب من حياتك اه حاجات كثيرة طب ليه بتسموه الحزن الغامض؟ ليه غامض؟ لان هو اللي عارف سببه بس هو صاحبه يعني كل الناس مثلاً زي ما قلت هيقدروا مثلاً شخص ميت فانتي فقدتي شخص كل الناس عارفة ان هو خلاص ميت لكن انتي النهاردة حزينة ليه على شخص اصلاً هو باعك فاللو هو انا الوحيدة انا اللي حسة بالزعل البتاعي الوجع والحزن هو انا اللي حسة بيه هو لمسني انا انا محتاجة بقى حد يجي يعمل لي معايشة معايشة دي يعني البس روحي وحس بالوجع اللي انا فيه